السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد على قناة عيد اكاديمي ومعاكم محمد عيد اخصائي ومستشار التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية الذكاء الاصطناعي كل يوم في تطور مستمر وفي تحسن مستمر وشفنا في فيديوهات سابقة كلمتوك عن شات جي بي تي والنسخة الاخيرة منه لها شات جي بي تي فور او وازين النسخة ديت يعني المخرجات بتاعتها سواء نصوت او سواء نصوص قريبة جدا من اللمسة الانسانية او كأنها بشر بيتكلم معاك او كبشر بيكتب وبيرد عليك بطريقة بشرية اليوم ان شاء الله احنا هنركز على حاجة واحدة في استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطور كبير بتاعه هو كتابة المقالات باستخدام الذكاء الاصطناعي في اكتر من اداء ممكن نستخدمها في كتابة المقالات زي شات جي بي تي فور او او زي مثلا جوجل جيميناي اللي هو كمان تطور جدا في الاقام الاخيرة ونزله منه نسخ جديدة واقصى تطورا ان شاء الله النهاردة احنا هنشرح على شات جي بي تي فور او وطبعا هو متاح لبعض الناس بالمجان ومتاح في الاشتراك او الاشتراك الشهري في شات جي بي تي انا ان شاء الله هاخدكوا خطوة بخطوة عشان ازاي ان احنا نطلع مقالة من شات جي بي تي بافضل الممارسات وافضل نتيجة تطلع معانا على الزكاء الاصطناعي مش كده وبس بعد ما نخلص المقالة انا هخليه يعمل لي صورة مناسبة للمقالة ديت وهيعمل لي المقالة مناسبة مع محركات البحث او محسنة لمحركات البحث زي جوجل وغيره وكذلك بعد ما هيكتب المقالة هخليه يطلع لي منشور ينفع او نص بوست او منشور ينفع ان انا انشوره على فيسبوك وكذلك على تويتر وكذلك على لينكد ان تعالوا بقى نشوف الحاجات دي كلها هنخلصها كلها فيه يعني في وقت قصير جدا وتعالوا نشوف الخطوات خطوة بخطوة وتابعوا معا الخطوات ومعايا مفاجأة ان كل اللي انا هنشرحه النهاردة او الخطوات اللي انا همشي بيها النهاردة والاوامر احنا هنديها لشات جي بيتي ان شاء الله حدهلكوا في وصف الفيديو ممكن ان انتم تستخدموها او تدخلوا وتحملوا ملف تيكست وتاخدوا الخطوات دي وتنفزوها عندكم خطوة بخطوة تعاود دلوقتي نروح على الشاشة ونشوف الشرح عشان نعمل مقالة يا جماعة مظبوطة 100% لازم نتعامل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة تكون مثالية وانه هو يعرف الدينة مخرج كويس فانا همشي معاكم خطوة بخطوة ادي مثلا الملف اللي انا هشتغل عليه اهو النهاردة عندكم حاجة هنا اسمها step one يعني الخطوة الاولى step two خطوة تانية احنا هنمشي خطوة خطوة زي ما انتم شايفين فالخطوة الان هاخد انا هاخد الامر ده كده وحكتبه في الذكاء الاصطناعي او على شاشة وانا بعرفه ان هو عاوزه يتعامل معايا كشخص منشئ محتوى فحكتبه له كده هننسخه بس ونحطه اه وهو رد علي ان هو مسلا بيقول لي ان انا ممكن اكتب لك مقالات وبلوك بوست وسوشال ميديا كونتت الى اخره طيب انا بعد دلوقتي هتدير له لانا عاوزه بالزبط انا هنسخ الامر ده كده برضه ان انا عاوزه يكتب لي مقالة بطريقة تباين انها بشرية ويكون المقالة دي محسنة لمحركات البحث الى اخره في هذا الكلام اللي انا كتبه اه وهيقد الكلام ده وتو هنسخه هنا بس هنزود ان انا لو عاوز المقالة باللغة العربية حاجة في الجزء ده كده او هكتب هنا in Arabic in Arabic language وهضغط على او هنضغط على السهم اللي هنا طبعا هو رد علي وقال لي اديني بعد كده انا طبعا هنا قلت له اما حديك عنوان المقالة او حديك اه الموضوع اللي انا عاوزك تديلي فيه اقتراحات وانا افضل ان احنا نكتب هنا ايه هي او الحاجة اللي احنا عاوزين نكتب عنها اه انا احنا افترض مسلا على سبيل المثال هكتب هنا التسويق اه التسويق الرقمي مسلا على سبيل المثال انا كتبته هو التسويق الرقمي للمتاجر الاكترونية دي فكرة انا يديني افكار او عنوين مواضيع ممكن نكتب عنه اضغط انتر طبعا هو الوقت يديني ايه عنوين مقترحة هيت انا هختار عنوان من دول وهخلي يكتب عنه فحنبص هنا مسلا اه انا مسلا هختار العنوان الاخير دوت كيف تبني حملة تسويق رقمي ناجحة لمتاجر الاكتروني وطبعا ساخر وحطه هنا كده واضغط انتر وحيبدأ هو ان هو يكتب لي مقالة لالعنوان دوت او التايتل دوت طبعا اقترح علي بعض الكلمات المفتاحية اللي هو هيحطها في المقالة دي وحيبدأ في كتابة المقالة بعد ما هيخلص معانا ادي المقالة هي زي ما انتم شايفين انا طبعا اعمل هالي على حسب الامر اللي انا مدهوله فوق خالص ان هو كتب لي مقدمة بعدين كتب لي جدوى المحتويات بعدين المحتويات دي كتب عليها تفاصيل زي ما انتم شايفين انا بقى اشوف المقالة وهقراها لو عجبتني خلاص لو مثلا محتاج فيها حاجة تانية اه هطلب اللي انا محتاجه وهنا طبعا في حاجة اسمها الميتا تايتل والميتا ديسكريبشن دول اللي انا بحطهم في طبعا الناس اللي هي الفهمة في الاس اي او تعرف الكلام ده فانت هتاخد الميتا تايتل ده اللي بيزهر على محركات بحث جوجل وكذلك الميتا ديسكريبشن ده وصف المقالة اللي بيزهر على محركات بحث جوجل طب احنا احنا هفترض ان المقالة دي مش عجباني اه واعوزة مسلا تكون اطول شوية فحقول له هنا اه هكتب له بقى بالعربي بقى دي الانجليزي هقول له اكتب لي اه مقالة اطول واكسر تفاصيل مقالة اطول بتفاصيل اكثر وهضغط انتر هيبدأ ان هو يكتب لي مقالة تانية زي ما انتو شايفين يعني النتيجة التانية يعني احسن شوية من النتيجة الاولى انا شايف ان فيها تفاصيل اكتر وفيها شرح اكتر لو محتاج اكتر هكتب له اكتب لي اكتر نعم انا شايف النتيجة دي كويسة فانتو اي اي نتيجة تطلع لكم لازم تراجعوها الاول وتشوفوا اه يعني هل هي مناسبة ولا مش مناسبة لكن طبعا المقالة كتأسيم يعني اه للعناوين والنصوص والكلام ده كله انا شايفها ممتازة جدا الصراحة اه وزي ما قلت لكم ادينا حاجة اسمها الميتا تايتل والميتا ديسكريبشن ودول حنشوف انا بحطهم في لما جانشر المقالة دية على المدونة بتاعتي طيب دلوقتي بقى تعالوا نشوف الحاجة اللي بعدها ان انا دلوقتي محتاج صورة مناسبة للمقالة دية فانا هنسخ بقى اللي هي الخطوة الرابعة رقم اربعة وهقول له حط لي صورة او انشئ لي صورة بالزكاة الاصطناعي مناسبة للمقالة دية فحاخد الامر ده وحنسخ وحطه هنا كده وضغط ونشوف زي ما انتم شايفين انا شايف ان الصورة جميلة جدا ما شاء الله والصورة دي بقى احنا هناخدها ونستخدمها في المقالة بتاعتنا في حتة مش مكتوبة هنا عندي في الاوامر ان انا بقى هكتب له ايه اكتب لي وانا هقول لكم كده ان ليه الخطوة دي انا هعملها هقول له اكتب لي آآ نص بديل محسن لمحركات البحث لهذه الصورة واحد اضغط انتر ودي ادياني النص البديل اللي احنا بنسميه بالانجليزي الالت تيكست وانا الالت تيكست ده جماعة بيعرف جوجل او بيعرف محركات البحث عن محتوى الصورة ديت فده بيزيد من معدل آآ آآ ظهور المقالة على محركات البحث وكذلك بتظهر الصورة ديت لو حد بحس عن حاجة مكتوبة هنا في الوصف بتاعها فبتبدأ ان هي تظهر كذلك في محركات البحث في نتائج بحس الصور طب تعالوا دلوقتي بقى انتقل للحاجة اللي بعدها اللي هي ايه ان انا عاوزه بقى يكتب لي آآ فيسبوك بوست او آآ منشور فيسبوك بيلخص المقالة ديت عشان الناس تبدأ ان هي آآ انشره عندي على الفيسبوك والناس تروح تقرأ المقالة فهضغط كده وحط الامر واضغط انتر هيبدأ ان هو يديني منشور فيسبوك بالاموجيز حاجة يعني عزم العظم اهو زي ما انتم شايفين انا طبعا مزبط مزبط الامر اللي انا بحطه ان هو يطلع لي بالاموجي وهنا نحط رابط المقال مع كمان الهاشتاجز اللي ممكن تزود انتشار وظهور ايه المنشور دوت لو انا بقى عاوز عندي خطو بعدها مسلا لو عاوز مسلا يكتب لي منشور على لينك دين لو محتاج منشور على تويتر تعالوا مسلا تويتر فانت هتاخد الامر ده وتنسخه ان هو طبعا بيزبط على حسب آآ آآ الحاجة المناسبة للمنصة ديت انا مسلا تويتر هقول له كتب لي منشور لتويتر وهضغط انتر هايب ان هو اكتب لك منشور تاني مناسب لمنصة تويتر زي ما انتم شايفين يعني ظهر ان هو النص بتاعه اقصر شوية ان تويتر انتم عارفين اقصى حاجة فيه امتين وتمانين حرف فكتب لي منشور اقصر شوية يكون مناسب لمنصة تويتر وكده زي ما انتم شفتوا احنا عملنا مقالة والمقالة ديت طبعا محسنة لمحركات البحث ومحطوط فيها كلمات مفتاحية معينة وكذلك معاها حاجة اسمها وحاجة اسمها اللي احنا نستخدمهم عشان نحطهم في اعدادات المقالة عند نشرها عشان هو ده اللي بيظهر على محركات البحث وكذلك عملنا صورة للمقالة وعملنا منشور لفيسبوك وعملنا منشور لتويتر وكم ممكن نعمل كمان منشور على لينك دين يعني عندكم حاجة كاملة متكملة تعالوا بقى دلوقتي يعني نروح نشوف ازاي ان احنا ننشر المقالة ديت وحنشرح الشرح دوت على منصة ورد بريس يعني الجزء دوت ممكن فيه ناس ما تعرفش عنه لكن اتفرجوا عليه وشوفوا عشان تاخدوا فكرة ازاي احنا بننشر المقالات على ورد بريس وازاي ان احنا ننشر المقالة ديت بطريقة محسنة لمحركات البحث عشان تجيب معانا ترافيك وزيارات اكتر تعالوا نشوف الشرح العملي دلوقتي بقى جماعة الخطوة المهمة جدا وهي كيفية نشر المقالة دي طبعا تختلف من موقع لموقع ومن منصة لمنصة انا هشرح لكم مثلا على الموقع بتاعي الخاص بي موقع محمد عيد والمدونة بتاعتي وحنشوف ازاي حننشر المقارات طبعا هنا بنحط الاول حاجة التايتل فحاجة هاخد هنا اروح على شات دي بي تي وهاخد التايتل بتاع المقالة ادي العلمانة هو هنسخه واروح هحطه فيه الموقع الالكتروني عندي وبعد كده هنزل هنا وانسخ نص نص المقالة نفسه في حاجة بقى من اول المقدمة وهاخد انزل على تحت لغاية اخرها كده اهو لغاية الخاتمة وهنسخ وهروح هحطه في الموقع عندي او في المدونة في حاجة هنا كده واضغط كنترول في ماشي زي ما انتم شايفين المقالة مزبوطة بالعنوين والعنوين الفرعية وكل حاجة فيها زي الفل فيش فيها اي مشاكل طيب كده بقى نسخة المقالة وحطتها فاضل بقى الخطوة اللي بعدها اللي احنا بنسميه الميتا تايتل والميتا ديسكريبشن يا جماعة فهنا في اضافة انا موجود عندي بس تختمها هنا فبعمل ايدي التسنيبت هو راح جاي بقى رايح على آآ شات دي بي تاني وحاخد هنا كده الميتا تايتل اهو انسخه وحطه هنا واخد الميتا ديسكريبشن وحطها هنا فهو زي ما انتم شايفين ده شكل بقى المقالة لما حدي ببحث عن جوجل ازاي انا هزهله في نتائج البحث هزهله بالشكل اللي انتم شايفينه دوت فده طبعا بيحسن من الظهور على نتائج بحس جوجل طيب وحضغط بقى هنا خلاص حقفل الصفحة دي طيب دلوقت انا بقى هستخدم الصورة اللي انا عملتها دي في ايه انا عاوز احطها دقتي في المقالة بتاعتي وكصورة مميزة المقالة فهعمل لها دا واللود الاول بعد ما هعمل لها دا واللود لازم اروح اعدل العنوان بتاعها عشان هو طويل جدا ممكن ما ينفعش ان انا احطها على الموقع بالشكل ده اه فانا هكتب كده مسلا اه حاملة تصويق رقمي عنوان الصورة مسلا ودغط انتر بعدين هرجع بقى على الموقع الالكتروني بتاعي وهعمل حاجتين اولا هروح هنا حاجتها على وهعمل ابلود للصورة ديت اهيت واحطها عندي وهنا بقى الجزء المهم جدا اللي قلتلكم عليه اللي هو وصف الصورة فانا هاجي هنا على وهياخد الوصف اللي هو الهولي دوت اهو واروح رايح حطه فيه اللي هو الالت تيكست وهضغط على سيت فيتشورد اميش طيب كده الصورة دي مش هتظهر جوه المقالة لكن لو بعدت الرابط لاي حد هتبقى دي الصورة المميزة بتاعته طيب انا عاز بقى حط الصورة دي جوه المقالة فحارجع كده هنا بعد المقدمة هضغط انتر وهضغط على اد ميديا وحط الصورة دي جوه المقالة ان يفضل المقالة يكون فيها صور وممكن بعد كده انت تحط الصور من عندك انا هاخد الصورة وحطها بقى انا كده خلاص خلصت المقالة بتاعتي وهعمل لها آآ نشر بس طبعا فيه شوية اعدادات زيادة كده مش موضوع مش موضوع بتاعنا بس انا هكتر مسلا الكاتيجوري بتاعها دي بقى اعدادات في في الموقع عندي وحوريكوا شكل المقالة دلوقتي عامل ازاي ودي شكل المقالة على آآ آآ الموقع عندي زي ما انتو شايفين فيها جدول المحتويات فيها كل التفاصيل اللي انتو شايفينها ديت بشكل جميل ومنظم جدا ما شاء الله بس بكده انكم وصلنا لنهاية الفيديو زي ما قلت لكم الاوامر اللي احنا اخدناها بالترتيب ديت طبعا انا تعبت فيها كتير وعدت ازبط فيها لغاية لما وصلت لسيغة ان شاء الله تطلع معانا منتجات او مخرج كويس جدا من شجي بتي في الصور وفي المنشورات وفي المقالة وفي كل شيء فححطو لكم الاوامر ديت في الوصف وكزلك ححطو لكم رابط ان انتم ممكن تروحوا آآ على جوجل آآ درايف وتحملوا ملف في الاوامر اللي انا عملها ديت آآ لو عندكم اي تعليق او اي استفسار اكتبوا لي وانا ان شاء الله هجاوب عليه وما تنسوش تشتركوا في القناة لو مش مش مشتركين في القناة وتدعموني بلايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الناس ونشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته